رئيس هيئة الأركان الجنرال عرسى ليفي تفقد بطاريات الدفاع الجوية على الحدود الشمالية محذراً حزب الله بمواجهة قدرات قوية لإسرائيل في الوقت المناسب وقال إنهم يعدون الحلول للتعامل مع قدرات حزب الله نحن في حرب طويلة منذ أكثر من ثمانية أشهر وأنتم في حالة الدفاع المعقد منذ ذلك الوقت هذا الدفاع يوفر الكثير من الأمان للمواطنين ولجيش الدفاع ولكننا لا نكتفي بذلك لدينا قوات أخرى كثيرة في جيش الدفاع والتي تعمل على مهاجمة حزب الله واليوم قتلنا له عدة عناصر وكان أنشر أمس مقطع فيديو يظهر قدرات نعرفها جيداً ونعد حلولاً للتعامل معها ومع قدرات أخرى ستواجهونها عند الحاجة بالطبع نحن نمتلك قدرات لا تقارن أعتقد أن العدو يعرف فقط القليل من هذه القدرات وسيلتقي بها في الوقت المناسب الامتحان بالنسبة لنا هو أن نحمي اليوم نمتصر غداً وبعد غد نعيد السكان إلى حياة أكثر أماناً ثم نبني معهم ونعيد إعمار هذه المنطقة الجميلة لتصبح أقوى مما كانت عليها قبل الحرب